استبعد الخبير الأمني مجاهد الصمي دعيا تكون القوات الأمريكية التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى العراق وسوريا إضافية بل هي عملية تبديل دورية للقطاعات لانتهاء مهامها أو لاستبدالها بأخرى لديها قدرات مختلفة بالمسيرات والاقتحامات وغيرها إلى ذلك قال الخبير العسكري أحمد الشريفي استعداد واشنطن لإرسال قوات إلى العراق وسوريا يتعلق بالتوازنات الإقليمية بعد النزول الفيلق الروسي في ليبيا لذلك الولايات المتحدة أعادت التموضع لمسك الأرض في العراق وسوريا لرفع مسوب القدرات القتالية وكانت شبكة سي بي سي نيوز الأمريكية قد كشفت عن استعداد واشنطن لإرسال قوة عسكرية كبيرة إلى العراق وسوريا في إطار مهمة العزم الصلب المخصصة لمحاربة تنظيم داعش